لغات برمجة، قواعد بيانات، جافا، بايثون، سي شارب، فيجوال بيزيج، ديتا ستركش، ألجوريزم، ديتا أناليسس حاجات بنسمعها كتير لكن إزاي تختار كل حاجة من دول في شغلة ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أهلا بيكم في برنامجكم المبرمجة بفضل الله إزاي أختار لغة البرمجة الخاصة بي على أي أساس؟ هقول لك على شوية نصائح هتخليك تغير فكرتك تماما وإنت بتختار الحاجة اللي هتذكرها واحدة واحدة إنت هتعمل إيه؟ أنا هرد عليك أكن إنت اللي هترد ثم هقول لك على اتيار كويس بالنسبة للرد نفترض مثلا أن أنت هتعمل ديسك توب أبليكيشن ديسك توب أبليكيشن اللي هو البرنامج اللي يشتغل على الكمبيوتر البرنامج ده هيشتغل على ويندوز بس ولا على ويندوز ولينكس وماك هتقول لي مثلا على ويندوز ولينكس وماك ساعتها هقول لك ممكن تعمل تطبيق بلغة الرينج ممكن تعمل تطبيق بلغة البيتون ممكن تعمل تطبيق بلغة الجافا علشان البرنامج بتاعك يبقى شغال من غير ما تغير أكواد حتى لو أنت بتتصل على قواعد البيانات ده كده حاجة طيب نفترض لو أنت حبيت تشوف أسهل حاجة فيهم أنا برجح لك أنك أنت تشتغل بجافا ليه؟ عندك الأباتش نيت بينز أو النيت بينز القديم أو الإكلبس برامج سهلة وبرشح لك حاجة تانية برضو مع الرينج لأن الرينج معنا الرينج نوت باد بيسهل عليك القصة خد بالك أنا بدور على السهولة لك برضو تمام هتيجي تقول لي لأ البرنامج اللي أنا هعمله ده هيشتغل على ويندوز فقط على أنظمة التشغيل ويندوز هقول لك ساعتها وإنت مغمت كده سي شارب ليه؟ سي شارب هتشتغل على فيجوال ستوديو حاجة أكثر من روعة في السهولة جميلة جدا 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 خلاص؟ يبقى أنت كده إحنا مسكنا الديسك توب وتكلمنا فيه هنيجي بعد كده نتكلم على الويب نفترض أنك أنت قلتلي أنك أنت هتعمل تطبيق ويب تطبيق الويب وإنت مغمت كده أول حاجة تعملها تذاكر بعد الثلاث حاجات دول جي كويري وإنت مغمت وإنت مغمت جي كويري وإنت مغمت لأن جي كويري هتحتاجها أنت علشان تسهل عمليات كتير جدا 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 بالجي كريب بعد الجي كويري بقى اختار أي حاجة أنت عايزها من الحاجات اللي بتسهل بيوت جي اس بوتستراب انجولار شوف أنت محتاج إيه تمام أسهلهم مثلا استخداما على طول كوي بيست تتلاقي الموقع يتعامل البوتستراب تمام عايز تستخدم حاجة تانية براحتك ما فيش أي مشكلة من الحاجات المتاحة الموجودة وكتير جدا حلوة قوي ده كده الويب فرونت اند كل ده كده كل ده كده جي كويري بوتستراب أو ما يعادلها هنا كده أنت لسه فرونت اند خلاص طيب الباك اند بقى الباك اند شوف أنت هتعمل إيه يعني هديك مثال لو أنت هتعمل ويب أبليكيشن برنامج إداري برنامج إداري يعني إيه برنامج إداري يعني برنامج فيه تيكست بوكسز وجريد فيو وعرض بيانات وتقارير وحاجات كده كتير خلاص ساعتها أنا هرجح لك بصراحة الاس بي دوت نت القديمة اللي هي بتحط فيها دراج دروب على طول تشتغل معاك دوس عليها دابل كليك تشتغل معاك لأن دي بتسهل عليك أنت كدفولبر أيوة أنا عارف أن التنفيذ بتاعها أتقل شوية من حاجات كتير أبطأ شوية يعني من حاجات كتير الترجمة وبتكتب أكواد كتير عارف أنا الكلام ده بس أنا برجح لك بناء على اختيارك طيب هتيجي تقول لي مثلا أن أنت محتاج تعمل ويب سايت بس الويب سايت ده لازم يكون فيه إدارة محتوى خد بالك بقى من دي إدارة محتوى في إدارة المحتوى هتيجي تشوف حاجة بتسهل لك إدارة المحتوى زي مثلا على سبيل المثال جانجو جانجو بتكتب سطر بيعمل لك إدارة محتوى كامل بكل حاجة من غير أنت ما تعمل حاجة خالص بالتشفير بالفاليديشن بكل حاجة بالصور بكل حاجة أنت ما بتعملش أي حاجة خالص ده الجانجو الجانجو هنا لو أنت عملت بيها ويب سايت الويب سايت ده تقدر تعمل إدارة محتوى لأي حاجة عندك من غير ما تكتب كود واحد خالص كل اللي بتعمله بس هو سطر عشان تعرف إن دي أنا عايز لها إدارة محتوى وخلاص على كده ده كده الويب سايت في بقى حاجات تانية كتير يعني أنت ممكن تشتغل رينج تعمل بيها ويب بالباك اند تحفة جميلة جدا بتعمل بتفصل اللي أنت عايزه ممكن تشتغل بي اتشي بي ممكن تشتغل فريمورك قائم على البي اتشي بي زي اللارفل مثلا ممكن تشتغل بالورد بريس شوف إيه اللي هيخدمك وإيه اللي هيزبط معك في شغلك أنا كده بفتح لأكسكك وبخليك تغير تفكيرك تماما وإنت بتختار الحاجة بتاعتك نيجي بقى على الموبايل أبليكيشن الموبايل أبليكيشن ده حاجة لزيزة جدا الموبايل أبليكيشن ممكن أنت يكون مطلوب منك أنك تعمل برنامج أندرويد فقط ساعتها ممكن تتعلم جافا أو كوتلين أو اللي اتنين وتعمل بيهم تطبيق أندرويد فقط بس ممكن يكون مطلوب منك آيفون آي او اكس فقط ساعتها هتروح للغة السوفت وهتبدأ تتعامل مع الشغل بتاعهم وتبدأ تنتج التطبيق بتاعك أوكي؟ طيب نفترض أنه مطلوب منك أندرويد وآيفون مع بعض أنا عايز أعمل تطبيق واحد يكون شغالي اللي اتنين ساعتها هتروح لحاجة بتوفر لك ده زي الزامارين باستخدام السي شرب وزي باستخدام دارت وحاجات تانية كتير شبههم بتختار أنت على حسب شغلك بتختار أنت شوف إيه اللي هيريحك آيونيك هيريحك شتغل بآيونيك شوف إيه اللي هيريحك وبتبدأ أن أنت تشتغل بيه نيجي بقى بعد كده نتكلم عن الجيمينج الجيمينج بصراحة وإنت مغمد كده وإنا هرشح لك اليونيتي تذاكر السي شرب وتذاكر اليونيتي خ مشابه و م esaERE تيتحفة جامدة جدا 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 لأن انت لما بتعمل اللعبة بياليونيتي بعد ما بتعملها بتقدر تخرجها أي حاجة انت عايزها حتى لو عايز تخرجها لعبة ويب ويب تخرجها لعبة لو عايز تخرجها Андوريد تخرجها اندرويد لو عايز تخرجها شيئا ي mamy haben تشتغل يعني على الآيفون تخرجها ما فيش أي مشكلة عايز تخرجها تشتغل عن disciplined si numero حاجة رائعة جدا 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 وما تستهونش ببرمجة الالعاب الالعاب عليها استثمارات كتير جدا 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 وفتحة بيوت وبتدخل مكاسب كويسة بس اللي يارف يستغل لها كويس ده غير كمان ان اليونيتي انت تقدر تحط عليه ازرار صور لازرار تقدر تبرمج بالسيشار يعني تقدر تعمل غير الالعاب على اليونيتي ويتشغلوا برضو مفيش اي مشكلة حتى الان احنا كده بنتكلم عن لغات البرمجة يعني انت كده لغات البرمجة ولغات التصميم زي اتشي ميلوس اس اس خلاص ما بقاش في عندك مشكلة فيها بعد كده الديتابيز كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي اغلبها بيحتاج ديتابيز ايه هي الديتابيز الديتابيز او قواعد البيانات هي مكان بيدير ليك بياناتك مكان بتخزن فيه البيانات بنظام جامد جدا 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 معمول لها بشكل رائع طبعا لو انت فهمت العلوم الخاصة بالديتابيز وازاي تشتغل بالديتابيز عموما بتفهم كلامي ده كويس كل ده بفضل اللي اتشرح على اكاديمية حسونة كل اللي انا كلمتك فيه ده بفضل اللي انا مشروح على اكاديمية حسونة فقواعد البيانات هتخدم عليك في كل الكلام ده سواء ووب سايت او ديسك توب او موبايل لو احتاجته خد بالك او موبايل لو احتاجته قواعد بيانات الموبايل لما انت بتحتاجله قواعد بيانات الموبايل حاجة من اثنين لاما تكون حاجة جواه على طول زي السيكوان لايت كده حاجة خفيفة سريعة تشتغل معك او اما يكون على سيرفر وساعتها بتكلم السيرفر بادوات والكلام ده فانت اللي بتختار يعني كده بالنسبة اللغات البرمجة وبالنسبة القواعد البيانات بالنسبة بقى للحاجات اللي هي زي الالجوريزمس او الخوارزميات عموما دي بتخليك انت لما انت بتفهمها بتخليك تحل مشاكلك بشكل احسن واسرع وافضل الخوارزميات بتخليك تخطط للبرنامج بتاعك بتخليك تحل المشاكل بشكل افضل مما تتخيل بس وبكده انت المفروض بعد الكلام ده وبعد الحوار ده تكون قادر ان انت تختار لغة البرمجة بنفسك وتختار اكتراك بتاعك او المصار بتاعك بنفسك من غير اي لخبطة ومن غير اي حيرة خالص 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 ما تنساش تشوف حلقات المبرمجتية اللي فاتت كلها اكتب على يوتيوب المبرمجتية وادخل شوف الحلقات بنقول فيها معلومات كويسة ولو الحوار ده عجبك ما تنساش شير سبسكرايب لايك انشوروا في كل مكان علشان يفيد غيرك بشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة